بمناسبة ما ذكره الأستاذ أحمد وبقوله هاي كده فعلا الشعب المصري إلا ما راحنا ربي منه وشاركين في اختيال الدكتور مرسي الشعب المصري بخير وهذه القلة التي نراها تطفو على السطح كما تطفو الطحالب والزبد ونحوها هذه القلة مؤيدة الانقلاب والذين انتشرون الذباب الإلكتروني لا يمثلون الشعب المصري ولا غالبات شعب المصري الشعب المصري بخير وهو على خير هايختلف معاك ويقولك الشعب المصري سكت ورضي بالظلم رضي ان اربع تلاف يتقتل في يوم واحد رضي ان رئيسهم المنتخب واختيارهم يضغط عليه ويموت من الشعب المصري وكلهم عنصر ايضا لكن الظالم قتلهم ولهم مؤيدون احنا نستجلنا من شوية لهم مؤيدون لكنهم قلة ليسوا عنوانا للشعب المصري استحنا طول الناس نتكلم على موضوع انه هو قلة هل فعلا هم قلة دكتور اسمعيل ولا احنا مؤيدين الظلم والظلمة ولك لا انت مش مش شايفين الاعداد مثلا مش شايفين لما بيطلعوا الكفاية في الاستاذ مثلا الاعداد بتاعته كتعاملة ازاي يا الدنيا ناس يعني هو صهر التلاتين ستة دي مش المخرج الداعر طلع والله عن ناس اللي سكتة الناس اللي سكتة اللي كانت ممكن لو خرجت وقالت كلمة حق ونصرة القضية من اول يوم ينتهي الظلم حتى لا تشعب بنا الحديث نحن نقول كل واحد لا يكلف الله نفسا الوسعه من كان في استطاعته ان يفعل شيئا ولم يفعل له اثمه بقدر اغتقصير تمام ومن لم يستطع فهذا امره الى الله لكن في نهاية لا نريد ان نسدل استطار على المشهد كده ان الشعب المصر كل وحش الخير في وفي امتي الى يوم الدين وفي مصر الخير كل خير ان شاء الله